تشهد قرية الكفور التابعة لمركز كومومبو بمحافظة يوسوان عددا من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالإضافة لمشروع خطوط الصرف الصحي كما تم إحلال وتجديد 2600 عمود كهرباء خاص بالبيوت والمنازل بالإضافة لإنشاء العديد من المدارس على أعلى مستوى نحن هنا نعمل تدعيم لشبكات الجهد المتوسط والمخافظ بالمركز كومومبو بالكامل نحن هنا قمنا بإحلال وتدعيم لشبكات الجهد المتوسط والمخافظ بالنسبة لعملات الإنارة والمشتركين والجهد المتوسط نحن أمام مجمع يجمع عدة مصالح حكومية من ضمنها أول شيء وهذا شكر لرب العماد ثم رئيس الجمهورية على السجل المدني كنا طبعا نحن في قرى بتبعد عن كومومبو مركزه من كومومبو ما يقرب من 5 كيلو 6 كيلو فيه 10 كيلو المشروع الخدمي الكبير اللي هو بيضم كذا جهة حكومية فيه المواطن مايروحش بعيد المركز التكنونيجي مايروحش بعيد في نفس المركز يعمل مصالحه يروح السجل المدني يطلع الطاقة شهادة ميلاد بسيق الزواج كمبيوتر كله دافع في العصر الكمبيوتر دلو اشتركوا في القناة